إعصار هايكوي يتسبب في إلغاء الرحلات الداخلية إلى الجزر المحيطة بالطايوان بينما تم إجلاء ما يقارب من ثلاثة ألاف شخص وذلك استعداداً لوصول إعصار هايكوي والذي من المتوقع أن يجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية إلى جنوب الجزيرة وشرقها وحسب الأرصاد الجوية الطايوانية من المتوقع أن يصل هايكوي إلى اليابيسة في المنطقة الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة جنوب شرق طايوان المقطعات والمدن في الشرق والجنوب ألغت الدراسة وأعلنت يوم عطل للعمال حكومة طايوان أعلنت أنه تم إجلاء 2868 شخصاً معظمهم في الجنوب والشرق كما حشد الجيش الجنود والمعدات للمساعدة في جهود الإغاثة والإخلاء من الفيضانات وبعد المرور عبر جنوب طايوان من المتوقع أن يعبر هايكوي مديق طايوان إلى الصين